لليوم الثاني على التوالي بيتم اقتحام جزيرة الوراء وسط رفض من الاهالي لعدم هدم منازلهم وتهجيرهم قصريا وده لا تشوفوه كان مشهد انتصار ودخول قوات الامن البواسل الى الاستلاء على منطقة عريضة من الجزيرة ده اللي يكسف يا تامر يا امين اللي يكسف اللي انت سمعته دلوقتي ان قطعة من ارض مصر عليها سكان مصريين بيتم ترحيلهم واقتحامها بقوات الامن البواسل ومش بس كده ده الاغبار بتتكلم عن اعتقالات وصلت لتلاتة وعشرين بين الاهالي وده اللي نشر ومدى مصر اهو تلاتة وعشرين الابضع لتلاتة وعشرين من الاهالي الوراء المعترضين على نزع ملكية منازلهم طبعا الناس على مواقع التواصل شايفة ما احناش في عصر بقى عبد الناصر والجو ده الناس شايفة الناس اتكلمت على مواقع التواصل وتضامن كبير جدا مع اهالي جزئة الوراء وطلعوا هاشتاج اسمه بتهجرونا لصالح مين نشوف كده التغريدات جزئة الوراء اخلاقات قصرية اللي بيحصل النهاردة بتضفل جرامي الحكومة اكبار الاهالي اكبار الاهالي على تركي بيتهم بالقوة واحتجاز المعترضين سواء لساعات او لايام واحيانا الاسابيع بيتم سنة 18 في مناطق على سبيل المثال وليس الحصر بيعت تيران وصنافير واراضي الشرقية لكويت وهبيع الوراء للامارات واللي هيتكلم ويعترض مع اهالي جزئة الوراء مخالف حتى للدستور اللي هو عمل وطبخه بايده دستور 14 وتحليل المادة 63 من الدستور اللي بتقول دستور 14 يحذر التهجير القصري التعسفي للمواطنين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تزقطه بالتقادم يعني انا عايز اسأل الجماعة بتقول الاعداد بتوعي ده اصحابي يعني انتوا رايحين تجيبوا المادة 63 اللي هي بتقول انه يحذر التهجير القصري التعسفي للمواطنين بجميع صوره واشكاله وان دي جريمة وطلعينه السيسي كدب فيها طب انا عايز اقولك يا رئيس التحرير انت وزميلك طب ما تشوف المادة 65 تحتها اللي تحتها لطول حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير على الرأيه بالقولة والكتابة والتصوير وغير ذلك من وسائل التعبير النشر ده كده ده مش المادة 63 بس اللي كزب ده المادة 65 ده الدستور من اول بسم الله الرحمن الرحيم كزب كزب ايوه انا بقولكش حاجة كده الدستور بينص على حدود مصر اللي طالت منها ترانوص انا فيها كزب من اول ورقة يا عم انت حاشد قواتك عشان تستعرض قوتك وتهدي بيوت الناس في الوقت اللي اسيوبيا ممارب اعاك على افاك يا رجل حرام عليك على رأيه اللي قال يعني اسد اسد عليها وفي الحروب نعامة يا عم ما تروح تنظير على اسيوبيا اللي عملة تناول لك وتقلم لك ويقول لك العافي ما حد تشاكل اللي قمته فين العافي فين العافي ده الناس قلت لك كده على فكرة مش انا اللي بقول كده مش محمد ناصر هو اللي بيقول لك كده الناس قلت لك الناس قرنت ما بين جحافل قوات الامن في الوراء ومين اللي بحصل في صد النعضة خد اتفضل اهو الجحافل دي كلها مش رايح هتهدي صد النعضة اطلاقا دي رايح هتهدي بيوت الناس على رأسهم في جزيز الوراء الناس مش انا الناس يا ريس الناس يا شعب بتاع عم روح اتشطر على خلق الله على اسيوبيا ابي احمد مقلم لك بص الصورة تفرج بص الصورة شوف صورة الوراء حجد من القوات العسكرية ويلا ونطلع هنطلع نهدها دلوقت ونجيب عليها وطيها ينعى الاب ويلعن يلا خش بقى بدباباتك وطياراتك واقصف الجباءات وحاصر الجزيرة من المعديات وانقل قواتك كلها شوف في الوقت اللي انت عامل فيه كده بص ابي احمد بقى هات ابي احمد بص ابي احمد واقف على منصة ورا السد السد في الخلفية منظر يبهر والتوربينات اشتغلت اهيه اللي ورا المية طلع اهيه ولا والناشي الكبير لسه بتبني لسه واقفة ورا اهيه شاف المنظر شاف المنظر هنا وهنا دي اسيوبيا ودي مصر دي البساطة كلها والانجاز بدون بقى لا فيه كلام ولا اي حاجة في الدنيا شاف المنظر اتمتقوا يا مصريين العافي محدش يدريه كل يومته هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه انا بصلح اخطاء ستين سنة ورا بص ابي احمد جاء بانتخاب ده على فكرة ده انا عايز يقول لها دا كان الحاجة دا ابي احمد دخل حارب وخرج منها وراح حارب مع الانفصاليين دول حاربهم وليب اسمتها ومش عارفة ورجع كمل السد وبص وراه السد شغاله قلنا هنبني ودين بنين السد العالي عبد الحالي محافظ صلح جيين تقيمة من كمرة طوية على رأي بيزر ايوه على رأي الشاعر اسد علي وفي الحروب نعامة اسد علي وعلى اسيوبيا نعامة تعالي بقى اشوف يقولك ايه خيارات سيبك بقى خلاص واخلص على الوراء نبروك عايزين نعمل النهاردة يوم اربعتاشر اغسطس لازم اوعي تنسي يوم اربعتاشر اغسطس اوعي تنسوه انا شخصان مش انساه عن مصاح الشخصي لان ده يوم عظيم يوم هايل بالنسبة لها الوراء ده يوم السود بقى لان ده اليوم الذي تم الاستلاء فيه على الجزيرة فما تنسوش يوم اربعتاشر اغسطس فانساه بقى حطه على جنب كده تعالي نشوف خلارات نظام السيسي في ازمة صد النعضة كما يقول هذا الخبر بقى الخبر بيقولك ايه بقى مصر تستعرض خيارات الرد فيه خيارات عند مصر مصر بتستعرضها بقى الخيارات دي ايه فيه خيار مخلل وفيه محش خيار وفيه تدرس الحكومة المصرية بعض الخيارات نص كيلو خيار يعني بقى اعلان اسشيوب اكتمال الصد وقال مسؤولين ان المسؤولين من المصاري الخارجية قدموا توصيل اللجنة الرئاسية تدبع رئاسة جمهورية وبشرة يعني عليه السويد انا مش مصدق احيات ربنا والله العظيم انا مصدق يعني لما يجي يعمل شركة تيجي تدير القطار الكهربائي يقعد هو معاليس الشركة هو ولما يبقى فيه لجنة من الخارجية المصرية بترجل صد النهضة قم بصوا يقولك اللجنة ايه مسؤولين بالخارجية المصرية قدموا توصية للجنة رئاسية تدبع رئيس الجمهورية تشوفوا الاحتمام بتاع السيسي يعني صد النهضة مسؤولين في وزارة الخارجية قدموا تقررهم للجنة تدبع السيسي واللجنة دي هتدي لسيسي التقرير هم مقعدوش معهم مباشرة بس بقى في القطر الكهربائي هو يجي برئيس الشركة يقعد معها دي اهتمامات السيسي على فكرة وحيات ربنا دي اهتماماته وحيات ربنا اكم من على رأي المنايفة اكم من مغفل كان يرى في عزر رجل ذكر شوف اهتمامات الرجل جايب شركة دي للقطار الكهربائي فيقعدهم رئيس الشركة والكارسة الكبيرة لسد النهضة لجنة انا هقرالك تاني اوه وقال دبلوماسي مصري ان المسئولين بالخارجية المصرية مسئولين مش اي كلام بقى احنا مش جايين جماعة بتوع سوبر ماركت مكة والحاجات دي لا ده مسئولين بالخارجية المصرية قدموا توصية للجنة رئاسية تدبع السيسي معنية بدراسة قزم سد النهضة طب لما انت رئيس الهية القومية للمتاحف ورئيس هية الاوزان انت رئيس كل حاجة في مصر ملاف سد النهضة ده مش مفروض تبقى انت الناس كلها بتستغل ده مفروض مصر ما تنامش على ملاف سد النهضة مفروض تسيبك بقى من القطار الكهربائي والبرج الايقوني وتامرة امين بدل تشمي النسيم وتقعد انت كده لسد النهضة تقعد تفكر طب لو ضربناه طب لو حردنا طب لو دفعنا رشاوي اي حاجة بقى بص اهو السيسي يوجه بالتعاقد مع دوتشبان لإدارة القطار الكهربائي قعد مع رئيس الشركة ماشي طيب النهاردة هتلاقي خبر في الشروق هات الخبر من الشروق حضر قعد مع الراجل قعد مع رئيس الشركة وبعدين تيجي بقى بسد النهضة يقولك ايه وقال دول مسؤولين ان المسؤولين في الخارج المصرية قدموا تقرير للجنة رئاسية تتبع السيسي اهو ان المسؤولين في الخارج المصرية قدموا توصية للجنة رئاسية تتبع السيسي معنية بدرسة أزم ساد النهضة ما هيعملوا ايه بقى الخيارات بقى بشأن تنظيم مؤتمر صحفي دولي يا ولد تحضروا كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية بهدف تفنيد الادعاة الأسيوبية أولا وعدم ترك المجال أمام وسائل الإعلام المحسوبة على أطراف الخارج هو ده الخيار هو ده الخيار واطلع على الصعيد الفني كده اطلع فوق على الصعيد الفني قال مسؤول في وزارة الراي اطلع فوق يا معلم ماشي قال مسؤول في وزارة الراي أن الحديث عن الجوانب الفنية لم يعود ذا جدوى وإن كان هو الأساس وأكد أن عملية تشغيل وإدارة السد خلال الفترة القادمة ستؤثر سلبا على مصر يعني أنت الخيارات اللي قدامنا أن احنا ننظم مؤتمر صحفي عالمي نفنت فيه كسب أسيوبية هو ده خيار ده خيار ما يتكلش على فكرة إحنا لبسنا أنت كل هتعمله زي واد قابلناه مرة كان امتحان تالت عدد بايز ولا صعب عليهم والواد قابلناه في الشارع قلنا له عملتوا في الامتحان زي الزفت امتحان صعب بس احنا مسكتناش عملتوا ايه ولاتوا في اللجنة لا أمال عملتوا ايه غشتوا ما غشناش أمال عملتوا ايه طبقوا طميني طلعنا على رئيس مجلس المدينة مجلس المدينة يعني طلعتوا على رئيس مجلس المدينة عملكوا ايه ولا حاجة انت كل ده عايز تعمل مؤتمر صحفي عالمي وتفنت فيه بقى وأسيوبية كذبت سند كذا وحاجات دي بس كده كده ها ده الخيار ولاجنا مسؤولين وزارة الخارجية وزيتها وزيتها في السالون والدنيا قامت ولا حاجة في الاخر جبنا وزير رئي جديد عشان يطلع يقول لنا ان المية اللي موجودة في مصر هي نصف اللي هي الخمسة وخمسين مليار نصف الكمية المطلوب ايه يعني نعمل ايه بقى وزير رئي جديد هون ايه نعمل ايه بقى ايه يعني ايه اللي هنعملو احنا بقى نطلع بالجردل على الأسيوبية نعمل ايه يعني نحرجي مقسوبة بالطوب لأ تقول لنا عشان يقول لنا فين يتذكر اللي قال لكم الناس اللي قلقان على سد النهضة هو انا ضيعتكوا قبل كده تقول لنا اللي يكسف يا طمور ان الراجل راح مضى من غير ما يسعى لحد اللي يكسف يا طمور ان الراجل ني من الناس المصريين في الدرة خمس ست سنين واعمال يقول لهم انا ضيعتكوا قبل كده العافي محدش يكن لقماته وفي الاخر الشعب الصحي على خزوق ده اللي يكسف يا طمور ده اللي يكسف السيسي اجتمم مع تبولي واهو بص السيسي اجتمم مع تبولي والوزير ورئيش شركة سكة حديد ألمانيا تخيل تخيل سايب سد النهضة تخيل التفاهة ان اعمل ايه اولع في الورق ده اولع في الورق ده يعني انت سايب سد النهضة واعد معريش شركة حديد بقولك ده لو قعد معك كامل وزير يروح يتصور في بلد يقول له ما انا عادت مع وزير بناء لمصر. ده لو قعد مع مع مدبولي يبقى الدنيا قامت بقى يا خابة رابية. مراته بقى تجيب له آآ آآ شامبانيا ويقعدوا يحتفلوا. ويش يوم الحد. واسحابه يقول له كلمنا على رئيس وزراء مصر. ده مش قعد مع رئيس وزراء مصر. ده قعد مع كامل وزير. ورئيس وزراء مصر. واعد مع البرطماني الكبير. في الوقت اللي فيه اسيوبيا. الراجل واقف ورا السد بيحتفل. وبعدين ايه الخيارات اللي بيدرسوها. ولا خيار ولا بدنجان. هنعملوا مؤتمر الصحفي.